بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم جمعة الخير في القناة يا ربي كم تكونوا بخير وعلى خير الفيديو تاليوم رح نتكلموا على جديد قضية جمال بن اسماعيل وما جاء فيها لكن تتذكروا هذا كل يوم يوم المشؤوم اللي رح ضحيته شاب إنسان خالوق طيب والتفاميلة حنين قلبه كبير متضامن يوم 11 شعود 2021 على أثر الحرائق لنشبت هذا كلوقت وقاتت على الأخضر أو اليابس قتلت عباد حيوانات يعني ما خلت حتى حاجة في طريقها في ولاية تيزي وزو وبالأخص في المنطقة الأربعاء الشي اللي يعاشوها أخوانا في تيزي وزو ربي اللي يعلم به وجمال كان من الناس السباقة باش يتضامن معهم رح يعني يوقف مع أخاوته ويساندن في هذه المحنة لمن رؤلها لكن للأسف يد الغدر نالته وقدر الله ما شاء فعل كان جمال ناشط في الحراك الوطني أنا ذاك راح يتضامن مع أخاوته يمد الهم يد العون يخف معهم جنب لجنب لكن واش نقوله قدر الله ما شاء فعل قاموا بقتله وبعد ما قتله قاموا بتنكيل الجثة ومن هنا بدات القضية وبدات التحقيقات معمقة من طرف العدالة انتعنا والمسؤولين وأول محاكمة اللي كانت طبعا الناس هذو اللي قاموا بهذا الفعل الشانية اللي قاموا باغتياله يوم 24 نوفمبر 2022 بالضبط يوم الأحد بمحكمة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء الجزائر العاصمة الجسد المحاكمة في قضية اغتيال الشاب جمال بن اسماعيل ومتورط فيها 94 متهم الذين سبقوا وأن صدرت أحكاما ابتدائية تصل إلى الإعدام إذن ولاية الزوزو تحت النيران والحرائق لمستها من جهة منطقة الأربعاء ناثن إراثن بولاية الزوزو زادت لها هذه الجريمة الشنعة ليرحى ضحية هذا الشاب جمال بن اسماعيل جناية القتل والتنكيل بالجسد هذا الوقت تم إصدار أحكام بالإعدام في حق 49 متهم وأخرى تتراوح ما بين عشر سنوات وسنتين سجنا نافذ في حق 28 متهم آخر فيما تمت تبرئة 17 متهم في ذات القضية وهذه المتهمية وجهت لهم جناية القيام بالأفعال الإرهابية تخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جوء عدام الأمن من خلال اعتداء المعنوي والجسدي على أشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والمساس بمتلاكاتهم وكذلك لهم جناية المشاركة في القتل العمدي مع السبق الإصرار والترصد وجناية الاعتداء الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة الطراب الوطني وجناية المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77 من قانون العقوبات أكيد بعد الإجراءات هذه كل العادلة تعنا دارت إجراءات أوامر بالقبض على هذا الجماعة تلماك يعني اللي رهي منتشرة في الدول يعني خارج الجزائر دول أوروبية ومن بينهم المتورط الرئيسي واللي يدعى أكسيل بالعباسي أو بالعباسي إبراهيم هذا اللي متورط في العناصر اللي تسمى نفسها الماك هذا الناس كانوا متهمين سألوهم يعني وعرفوا منهم الحقائق وأكيد هم يعني اعطارفوا وفتحوهم الجزائر إذن أمرت بالقبض الدولي أعطت واثقتين يعني المحاكمة بالعربية وبالفرنسية وبعدتها الانتربول الانتربول بصيفته وزحها على كاملة الدول اللي منضمة ليه باش يديروا أمر القبض على هذا الشخص وعلى عناصر الماك المطلوبين في الجزائر القضاء الفرنسي يوم الخميس عشرين يونيو فين واربع عشرين أحد أبرز قادة الحركة المطالبة بانفصال منطقة القبائل عن الجزائر الماك تحت الحراسة النظرية وهذا أكسيل بالعباسي يقيم في فرنسا منذ عدة سنوات في باريس يعني في الانتظار الاستفادة من وضعه كلاجئ سياسي وهذا التوقيف جاء يعني بطلب من دولة الجزائر اللي رفعت بطاقة التوقيف ضده بتهم التورطه في الحرائق التي هزت منطقة القبائل في عام 2022 وأودت بحياة حشارات الأشخاص مش غير جمال بن اسماعيل العشرات والعشرات ندد فرحات مهني هذا رئيس حكومة القبائل المؤقتة باعتقال عضوها أكسيل بالعباسي يعني لما القضاء انتهى فرنسا بعت له ورقة استدعاء باش يوقف في القضاء الفرنسي ويشوف في القضية داعوا وينظروا لها وأنتم تعرفوا الفرنسا في الأمور هذه الأمور الحققة للإنسان يعني حقنية رغم أنها فرنسية صح لكن يعني أجنبي يعني لكن في حاجة العدلة راي تعطي كل واحد حقه وتعرفوا فرنسا عندها منظمات حقوقية عالمية حقوق الإنسان وأي حق رح يكون لهذا الإنسان تمدهول ومعندوش الحق أكيد رح تبعته للحكومة الجزائرية يعني تبعته كمقبوض عليه وترسلوا للحكومة أنت الجزائر والجزائر يتقاضي هنا والجلسة رح تكون حدوها يوم الأربعة 11 سبتمبر 2024 يعني بعد يومين رح تكون الجلسة تعكسي لبلعب بيسي هذا ورح يشوفوا التهم التي توجهت لي ويعالجوها أكيد ويتعمقوا فيها ويفهموا منها ويقارنوها بالقانون فرنسا طبعا وقانون الانتربول إذا كان رح يقدمه للجزائر ولا لا هذا هو هذا هو الفيديو انتعنا انتنهر اليوم إن شاء الله ربي ينصر الحق وربي نعاود ونقولها ربي صبر أهل والديه والدين جمال بن اسماعيل يعني حاجة مهجي سهلة ودايما نقوله القانون فوق الجميع وأكيد العدلة تعنا تخدم في خدمتها وإن شاء الله الحق يبين وكل واحد يدي حقه أما هذو يعمل هذا الفعل الشنيع يعني الإعدام قليل في حقهم حقيقة للأسف الإعدام مازل مع الناش هنا في الجزائر ممكن يجي نهار ويتطبق الله يعلم هذا هو ما أبقى لنقول لكم غير تهلو في روحكم إلى فيديو آخر إن شاء الله ندم تنفير عيد الله وحفظه مع السلامة شكرا